بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية في ربوع عراقنا الغالي سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته عدنا إليكم ودرس جديد من دروس الرياضيات للصف السادس العلمي وما زلنا في الفصل الرابع وتحديدا في موضوع مساحات المناطق المستوية بجزئها الخامس والسؤال الأول جد المساحة المحددة بمنحني الدالتين وي يساوي كوساين أكس وي يساوي ساين أكس وعلى الفترة سالب باي على ثنيين باي على ثنيين تحدثنا في دروس سابقة أن هناك نوعين من المساحات ضمن حدود منهجنا المقرر المساحة بين منحني دالة ومحور السينات والمساحة بين منحنيين لإيجاد المساحة بين منحني دالة ومحور السينات نذهب أولاً لإيجاد نقاط التقاطع مع محور السينات عن طريق مساواة الدالة بالصفر لمعرفة نقاط التقاطع التي نحدد من خلالها إمكانية التجزئة من عدمها بعد عرض قيم أكس الناتجة على الفترة المعطاة في السؤال أما لإيجاد المساحة بين منحنيين أول ما نقوم به إيجاد نقاط التقاطع بين المنحنيين وما يهمنا في نقاط التقاطع هذه هو الإحداث السيني فقط قيمة أكس من أجل عرضها على الفترة المعطاة من أجل أن نقرر التجزئة من عدمها ولكن بعد أن نقوم بإنشاء الدالة المولدة التي تمثل فرق الدالتين إذن عندما أقول فرق الدالتين ممكن تكون الأولى ناقص الثانية أو الثانية ناقص الأولى ومن ثم نبدأ بحساب المساحات ولكن كما عودناكم في الأجزاء السابقة سوف نناقش الأمر من جانبين الجانب الهندسي بعد أن نعرض السؤال على برنامج الجيوجبرة من أجل أن يعطينا الرسم الهندسي للمنحنيات ومن ثم سوف نستعرض الجانب الجبري المطلوب منكم في الحل الوزاري إذن أعزائي كيفية رسم دالة الكوسين y تساوي كوسين x كما تشاهدون في اللون البرتقالي و y تساوي سين x كما تشاهدون باللون الأخضر وواضح جدا بأن y تساوي كوسين x و y تساوي سين x عندما نأخذ مقطع جزئي من هذه الدالتين حسب الفترة المعطاة في السؤال اللي هي السالب pi على 2 pi على 2 واضح جليا بأن هذين المنحنيين هناك ما لا نهاية من نقاط التقاطع بينهما ولكن ضمن الفترة المعطاة في السؤال متقاطعين في هذه النقطة تحديدا و متقاطعين بالنقطة التي يكون الإحداثي السيني لها قيمة x pi على 4 لذا من نريد حساب المساحة بين هذين المنحنيين واضح جدا من خلال الرسم الهندسي الموجود أمامكم هناك منطقتين إذن المنطقة الأولى هي هذه والمنطقة الثانية هي هذه ضمن الفترة السالب pi على 2 pi على 2 إذن سيكون لدينا تكاملين التكامل الأول من سالب pi على 2 إلى pi على 4 والتكامل الثاني من pi على 4 إلى pi على 2 للدالة المولدة ما هي الدالة المولدة؟ هي فرق الدالتين تريد تقول cos x sin x تريد تقول sin x cos x إذن كلا الأمرين صحيح بالشرط أن تضع بكل تكامل يكون محصور داخل القيمة المطلقة لماذا هذه القيمة المطلقة؟ هل يجوز إجراء التكامل دون القيمة المطلقة؟ نعم علميا يجوز ولكن بشرط أن تحدد ما هي الدالة العليا وما هي الدالة السفلة من أجل ضمان أن الناتج يكون موجبا فلو لاحظنا القطعة الأولى الأيوان نلاحظ أن الدالة العليا هي دالة الكوسين والدالة السفلة هي دالة السين يعني تقول لي أنا ما أريد قيمة مطلقة أقول لك يجوز ولكن التكامل الأول راح تقول لي كوسين ناقص سين ولكن التكامل الثاني يجب أن يكون السين ناقص الكوسين لماذا؟ لأن الدالة العليا هي السين والدالة السفلة هي الكوسين ولكن بعض طلبتنا الأعزاء يقول أنت عرضت السؤال على الجانب الهندسي وأنا غير مطلوب مني أن أرسم هذه الدالة لذلك أقول لك محق في هذا التساؤل وعليك بمجرد إيجاد نقاط التقاطع بين المنحنيين جبريا وفي حالة أن قررت التجزئة أو عدم التجزئة كل تكامل يكون داخل قيمة مطلقة فإذا كانت جواب موجبا يبقى على حاله وإن كانت جواب سالبا فيضرب في سالب من أجل أن يكون موجب إذن أعزائي الحل المطلوب منك وزاريا هو مساواة الدالتين ابتداء إذن كوسين أكس تساوي ساين أكس وهناك أكثر من طريقة لحل هذه المعادلة المثلثية وإحدى هذه الطرق هو قسمة الطرفين أما على كوسين أكس أو على ساين أكس وإذا ما قمنا بالقسمة على كوسين أكس كوسين أكس على كوسين أكس يساوي واحد ساين أكس على كوسين أكس هو تان أكس إذن تان أكس تساوي واحد إذن أي زاوية تعرفها يكون التان لها يساوي واحد بالتأكيد هي الزاوية باي على أربعة التي تقابل خمسة واربعين درجة ولكن هنا هذه الباي على أربعة هي الزاوية إسناد وليس بالضرورة أن تكون قيمة أكس لوحدها إذن زاوية الإسناد هي باي على أربعة إذن بما أن التان يساوي واحد والواحد إشارته موجبة نقول أين يكون التان موجبا إذن كلكم تتفقون معي يكون التان موجبا بالربعين الأول والثالث وتتذكرون جيدا عندما درسنا الفصل الأول وتحدثنا عن كلمة أستيك إذن هنا تتذكرون هنا كلمة أستيك إذن هنا الربع الأول يكون الكل موجبا الربع الثاني يكون الساين موجبا الربع الثالث يكون التان موجبا والربع الرابع يكون الكوساين موجبا طريقة التعبير عن الربع الأول ثيتا تساوي زاوية الإسناد وهنا سأقول X الربع الثاني X تساوي πي ناقل زاوية الإسناد الربع الثالث X تساوي πي زائد زاوية الإسناد والربع الرابع 2πي ناقل زاوية الإسناد إذن أما X تساوي πي على أربعة في الربع الأول بالتأكيد تنتمي إلى السالب πي على 2 أو x تساوي πي زائد πي على 4 وهي 5πي على 4 التي تقابل 225 درجة وهي تم استبعادها لأنها خارج الفترة لا تنتمي إلى السالب πي على 2 إذن هنا سأقول سيكون لدينا تكامليا إذن التكامل الأول رح يكون من سالب πي على 2 إلى πي على 4 والتكامل الثاني سيكون من πي على 4 إلى πي على 2 ومن ثم نقوم بإيجاد الدالة المولدة قبل إجراء التكامل طبعا إذن الـ h of x تساوي cosine x ناقص sine x أو تريد تقول sine x ناقص cosine x أنتم مخيرون في ذلك قبل أن أنتقل إلى التكاملات أعزائي كأني أسمى أحدكم يقول تعلمنا في مدارسنا بأنه لا يجوز القسم على متغير إلا بعد التأكد أنه لا يساوي صفر تحدثنا في الجزء الرابع الدرس الماضي عندما وجدنا مساحة بين المنحنيين y تساوي sine 2x وy تساوي sine x وعندما قمنا بحل المعادلة أو مساوات الدالتين و sine 2x 2 sine x cosine x تساوي sine x قمنا بتصفير المعادلة ومن ثم استخراج عام المشترك ومن ثم أما أو من حقك تسأل تقول لي ليش ما قسمت على sine x كان اثنيا sine x cosine x ناقص sine x تساوي صفر ليش ما قسمت على sine x ليش اليوم أجزت إلى نفسك أن تقسم على cosine x وفي الدرس الماضي لم تجيز لنا أن نقسم على sine x إذن أقول لك لا يجوز القسم على متغير إلا بعد التأكد أنه لا يساوي صفر كيف يتم التأكد من ذلك نحن أردنا الناتج هندسيا وسوف نتحدث عن العملية جبريا بطرق عديدة أبسطها ما تريد القسم عليه في هذا السؤال نريد أن نقسم على cosine x قبل أن أبدأ بعملية القسمة هذا المراد القسم عليه نقوم على مسودة بمساواته بالصفر إذن هنا رح أجي على مسودة رح أقول cosine x تساوي صفر يا زاوية cosine مالة صفر إذن هنا رح تقول لي الـ pi على 2 والـ 3 pi على 2 أقول لك أوكي أريدك تعوضها بهذه المعادلة قبل القسمة إذا نتج لدينا طرفين متساويين إذن أكو احتمال بأن اللي قسمت عليه يساوي صفر عندها تكون القسمة غير جائزة وإذا نتج لدينا طرفين غير متساويا لا مستحيل بأن هذا يساوي صفر إذن تكون القسمة جائزة وين يكون الـ cosine صفر؟ يكون الـ cosine صفر بالـ pi على 2 والـ 3 pi على 2 طيب أقول لـ pi على 2 هنا ش رح يصير عندي رح يصير صفر هنا رح يصير عندي واحد إذن هل صفر يساوي واحد؟ لا ما يساوي واحد إذن معناها القسمة جائزة أو وضل 3 pi على 2 هنا رح يكون عندي صفر هنا رح يكون سالب واحد هل الصفر يساوي سالب واحد؟ لا يساوي إذن تكون القسمة جائزة إذن تريد تقسم على cosine تريد تقسم على sine أنتم مخيرون في ذلك إذن معناها الـ x تساوي pi على 4 والـ pi على 4 تنتمي إلى الفترة والـ x تساوي 5 pi على 4 لا تنتمي إلى الفترة بعد إنشاء الدالة المولدة سوف نجري تكاملين إذن أعزائي سيكون الجواب كما تشاهدون الآن إذن سأقول أن الأي تساوي إذن هنا بدأت المساحة إذن أقول أن الأي تساوي مطلق تكامل مليون من سالب pi على 2 إلى pi على 4 لهذه الدالة المولدة زائد مطلق تكامل من pi على 4 إلى pi على 2 لنفس الدالة إحدى النتيجتين أحد التكاملين سيكون موجبا والآخر سيكون سالبا حسب التعبير الهندسي الذي تطرقنا إليه إذن لا تنسون أبدا إجراء التكامل ومن ثم التعويض تكامل cosine x يساوي sine x تكامل sine x يساوي السالب cosine وعندي هنا سالب رح تكون عندي موجب إذن معناها رح يصير عندي الجواب sine x زائد cosine x بالحالة نعوض الحد الأعلى أولا ومن ثم نعوض الحد الأدنى وبين التعويضين سيكون علامة طرح بين القوسين إذن رح يكون عندي sine pi على أربعة زائد cosine pi على أربعة للقوس الأول sine سالب pi على أثنين زائد cosine سالب pi على أثنين للقوس الثاني وبين القوسين ستكون علامة طرح وهكذا بالنسبة للتكامل الثاني وأود التذكير تسمى دالة السين بدالة فردية وتسمى دالة الكوسين بدالة زوجية من باب التشبيه ليس إلا يعني شنو التشبيه إذن إذا كانت الزاوية السالبة بالسين هذا السالب تكون خارج سين سالب ثيتر تساوي السالب سين ثيتر لكن الكوسين إذا كانت هناك زاوية سالبة فالسالب تلغى إذن كوسين سالب ثيتر تساوي كوسين ثيتر إذن هذا رح يكون عندي واحد على جذر الثنين وهذا أيضا واحد على جذر الثنين السالب رح تكون في الخارج إذن رح يكون عندي السالب واحد وهذا رح يكون صفر وهنا رح يكون بنفس الترتيب رح يكون ساين الباي على الثنين اللي هو واحد وكوسين الباي على 2 اللي هو صفر وأيضاً رح يكون 1 على جذر 2 زائد 1 على جذر 2 إذن هنا بعد إجراء أملية التعويض أعزائي 1 على جذر 2 زائد 1 على جذر 2 هو 2 على جذر 2 سالب في سالب رح يكون موجب 1 هنا أيضاً رح يكون 2 على جذر 2 ثنياً ورح يكون بعد الإختصار إذن هذا الثنياً رح اعتبره جذر 2 في جذر 2 واحد منهم رح اختصره ويا المقام إذن رح يكون جذر 2 زائد 1 داخل القيمة المطلقة زائد 1 ناقص جذر 2 وهنا أعزائي وصلنا إلى مرحلة مهمة جداً جداً وبعض طلبتنا الأعزاء قد يخسر الدرجة الكاملة بعد أن يشتاز هذه المرحلة رح تقول لي ليش أريد أتخلص من القيمة المطلقة مطلق الجذر 2 زائد 1 ومطلق الواحد ناقص جذر 2 إذن تعلمون أن إن كان داخل المطلق موجباً فيبقى على حاله وإن كان داخل المطلق سالباً فيضرب في سالب واحد بعض الطلاب فاهم العملية بشكل معكوس يعني يقول لي أنا من أريد أتخلص من القيمة المطلقة وين ما ألقى سالب أسويها موجب أقول لي لا متوهم التعريف هو كما قلته الآن وسأعيده على مسامعكم إن كان داخل المطلق موجباً فيبقى على حاله وإن كان داخل المطلق سالباً فيضرب في سالب واحد رح أجي أحسب حساب اعتيادي إذن الجذر 2 تقريباً 1.4 اعتبره واحد ونص واحد ونص زائد واحد إذن هذا 2.5 2.5 موجب إذن هذا يبقى على حاله جذر 2 زائد واحد واحد ناقص واحد ونص رح يصير عندك سالب نص إذن الناتج النهاي هو سالب حسب تعريف القيمة المطلقة يضرب في سالب يعني هذا كله يعتبر قوس ويضرب في سالب يعني رح يصير عندي سالب واحد زائد جذر 2 إذن هنا تم استخدام تعريف القيمة المطلقة إذن واحد طبعاً هنا من أقول سالب واحد زائد جذر 2 هو نفسه جذر 2 ناقص واحد إذن جذر اثنيا زائد جذر اثنيا رح يكون اثنيا جذر اثنيا وواحد ناقص واحد رح يكون عندي الجواب هو صفر إذن الناتج النهائي هو اثنيا جذر اثنيا وحدة مساحة أعزائي هذا هو سؤال الكتاب المنهجي كثير من طلبتنا الأعزاء يسأل هل هناك أسئلة إثرائية في الامتحان الوزاري أقول لك بأن ما هو تعريف الأسئلة الإثرائية إن كنت تقصد أن الأسئلة الإثرائية هي أسئلة خارجية أقول لك لا ماكوا أسئلة خارجية إذا تقصد أن الأسئلة الإثرائية كما هو الواقع هي أسئلة منهجية ولكن بتغيير بسيط أقول لك نعم ممكن والدليل بأن هذا السؤال موجود بالكتاب وجايب الوزاري في أكثر من مناسبة ولكن من إجاب الوزاري في مناسبة أخرى التغيير البسيط الذي أحدثه واضع السؤال بأن الساين أكس جعلها السالب ساين أكس إذن ما الذي سوف يختلف؟ عند مساوات الدالتين وعند حل المعادلة سوف تظهر نتائج مختلفة إذن لنذهب ونناقش هذا السؤال الوزاري جد المساحة المحددة بمنحني الدالتين Y تساوي كوساين أكس وY تساوي سالب ساين أكس وعلى الفترة صفر باي على ثنيا من أجل أن ندرك الناتج بشكل دقيق سوف نعرض هذا السؤال على الجانب الهندسي إذن هنا برنامج الجيوجبرة ونشوف رسم هاتين الدالتين إذن Y تساوي كوساين أكس اللي موجودة عندك باللون الأخضر وY تساوي سالب ساين أكس اللي موجودة عندك باللون الأحمر جيدا الفترة في السؤال هي في السؤال الأصلي سالب باي على ثنيا باي على ثنيا نلاحظ أن هاتين الدالتين بالفترة السالب باي على ثنيا باي على ثنيا متقاطعتين هنا إذن وين متقاطعين؟ متقاطعين بالنقطة التي يكون الإحداثي السيني لها هو السالب πي على أربعة ولكن لو كانت الفترة هي السالب πي على أثنين πي على أثنين كيف يتم الوصول إلى السالب πي على أربعة؟ ربما نحتاج إلى قانون لم يذكر في المنهج بشكل صريح إذن قانون معتمد ولكن واضع لعله واضع السؤال الوزاري أراد أن يخفف العملية على الطالب وجعل الفترة هي فقط صفر بي على أثنين من أجل تجاوز هذه النقطة إذن الفترة صفر بي على أثنين هل هناك نقطة تقاطع بين المنحنيين داخل هذه الفترة؟ لا توجد نقطة تقاطع داخل هذه الفترة ولكن توجد ما لا نهاية من نقاط التقاطع بين هذين المنحنيين لذلك المساحة التي تطلب في هذا السؤال إذن لاحظ الأكس تساوي صفر والأكس تساوي πي على أثنين إذن الفترة صفر πي على أثنين هذه المساحة المحددة باللون الأخضر إذن هنا لاحظ بأن هناك نقاط تقاطع الظاهر أمامك من عده إذن عندي نقطة تقاطع عندما الأكس تساوي ثلاثة πي على أربعة عندي نقطة تقاطع أخرى عندما الأكس تساوي سبعة πي على أربعة ونقطة تقاطع أخرى عندما الأكس تساوي ثلاثة πي على أربعة وتوجد ما لا نهاية من نقاط التقاطع ولكن ضمن الفترة المحددة في السؤال لا توجد نقاط تقاطع بين المنحنيين لذلك يعد هذا السؤال هو منهجي مخفف ليش؟ لأنه سيكون لدي تكامل واحد من الصفر إلى الباي على أثنين ولكن لمن؟ للدالة المولدة إذن هنا سوف نقوم بمساواة الدالتين ولنفس السبب الذي ذكرناه سابقا يجوز القسم على ساين أكس أو كوساين أكس أو سالب ساين أكس أو سالب كوساين أكس اختر ما تشاء إذن تان أكس تساوي سالب واحد إذن يا زاوية تان مالتها واحد إذن تعلمتم في الفصل الأول لإيجاد زاوية الإسنات نقوم بتجريدها من الإشارة السالبة أقول لي يا زاوية تان مالتها واحد تقول لي باي على أربعة أقول لك طيب وين يكون التان سالب؟ يكون التان سالب بالربعين الثاني والرابع إذن معناها رح يكون ثية تساوي باي ناقص باي على أربعة اللي هي الربع الثاني ثلاثة باي على أربعة كما شاهدنا في الجانب الهندسي خارج هذه الفترة وتو باي ناقص باي على أربعة اللي هي السبعة باي على أربعة كما لاحظنا أيضا خارج الفترة إذن معناها سيكون لدينا تكامل واحد لهذه الدالة المولدة H of X تساوي كوسين X ناقص سالب ساين X يعني معناها كوسين X زائد ساين X وبتكامل واحد من صفر إلى الباي على اثنيا تكامل الكوسين X رح يكون عندي ساين X وتكامل الساين X رح يكون عندي السالب كوسين X مرة نعوض الحد الأعلى ومرة نعوض الحد الأدنى وبين التعويضين علامة طرح إذن كما تشاهدون ساين باي على اثنيا يساوي واحد كوسين باي على اثنيا هو صفر وساين الصفر صفر وكوسين الصفر هو واحد إذن الجواب سيكون اثنيا وحدة مساحة أو أقول يون التربيع قبل أن أنهي هذا السؤال أعزائي لابد أنكم تريدون أن تسألون ما هو القانون الذي يمكن استخدامه في حالة كون الزاوية هي سالب باي على اثنيا باي على اثنيا إذن لازم تقول ثلاثة باي على أربعة زائد تو أن باي وسبعة باي على أربعة زائد تو أن باي وتاخد الآن صفر موجب سالب ولكن يستبعد أن تحتاج هذا القانون ضمن الأسئلة الوزارية إذن سوف أترك لك هذا السؤال واجبا وهو أيضا من الأسئلة الوزارية جد المساحة المحددة بهذين المنحنيين انتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله للتحدث عن الحل التفصيلي في عمالا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة